اشتركوا في القناة حصاد الرياضية والبداية مع العنوان السلط يتجاوز الرمثة والفيصل يواصل نزيف النقاط الحسين يحل ضيفا على الاهل والوحدات يستقبل العقبة اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حصاد الرياضية ونواصل حديث عن مباريات الدور الاردني المحترفين والاسبوع الثامن من الجولة وكذلك نصلة الضوء على مشاركة منتخب الناشئين في التصفيات الاسيوية بالبداية دعوني ارحي بضيف اليوم هنا في حصاد الرياضية الاستاذ الصحفي ثائر الشباني مساء الخير مساء الخير لك سميل امجد والسادة المشاهدين مساء الخير ثائر واهلا وسهلا بك دائما وكيف شايف الدوري ببداية اكيد للامان النتائج الاخيرة يعني كانت نتائج ملفتة في اثارة اكيد في اثارة لانه الهبوط يعني يلاحق اربع فرق لهذا تجد انه المستوات متقاربة النتائج صعب التكاهم فيها كل هذا يعني صعب الامور في المباريات خاصة على فرق الصدار والفرق اللي تنافس للهروب من شبع الهبوط فالدوري سيزداد اثارة يوم بعد يوم انا متأكد من هذا الكلام خاصة انه نتائج اللي بنشوفها مثلا اليوم الصريحة معان الصلت الرمثة اعتقد انها كلها نتائج يعني قلبة الامور رأسا على عقل طيب انبلش ثائر وخلينا مع مباراة الامس حيث واصل الفيصلي نزيف النقاط اذ كان الفيصلي يوم امس مع الموعد جديد من مسلسل التعادلات وذلك عندما واجه الجزيرة في مواجهة شهدت تقدم جزراوي في الشوط الاول قبل ان يعدل الفيصلي الكفة في الشوط الثاني واحتاجه للانتظار حتى الدقائق الاخيرة هذا التعادل صعب من مهمة الفيصلي في مواصلة المنافسة على صدارة او على لقب الدوري اذ يحتل الفيصلي حاليا المركز الخامس برصيد 11 نقطة فيما رفع الجزيرة رصيده الى 7 نقاط في المركز الثامن ثائر تعادل ولكن نتحدث في البداية نتحدث عن الشوط الاول والذي شهدت تفوق جزراوي بقيادة المدرب الوطني محمود شلباية اكيد الجزيرة تغير شكله خاصة بعد تسألهم من كابتن محمود شلباية اكيد الفكر مختلف عن الكابتن عثاني حسنات نحكي له الله يعطيك العافية ما قصر مع نادي الجزيرة لكن الكابتن محمود اعتقد فكره مختلف التغيير دائما ما يحدث امور ايجابية للفريق صدمة ايجابية وهذا ما حصل مع نادي الجزيرة الذي يعني بدأ بانتصار ثم تعادل مع الفيصلي حتى ولو الفيصلي لا يمر بأفضل حالة لكن في النهاية الفيصلي فريق كبير استطاع الجزيرة ان يخطف نقطة وربما كان اقرب الى الثلاث نقاط لكن هدف يوسين البخيت في الدقيقة السادسة من الوقت بدأ الضاعع يعني منحت الفيصلي نقطة ربما يعني اعتقد لا تروي الضمع خاصة ان الفيصلي يريد المنافس على الالقاب وكلما نزف النقاط في كل مباراة اعتقد ان امور ستزداد صعوبة خاصة ان كل المنافسين على اللقب خاصة فرق المقدمة الحسين الوحدات كل هذه الاندية تحقق الانتصار تلو الانتصار وهذا ما يصعب الامر على الفيصلي اعتقد ان الفيصلي يعاني من مشاكل واضحة ومشاكل كبيرة لا تخفى على احد لابد من ايجاد حلول جدرية وسريعة اذا ما اراد الفيصلي يعني ان يخرج من هذا الموسم اقلها بلقب واحد على اقل تقدير طيب نبقى مع الجزيرة وتحديدا مع الجمهور الذي يبدو انه اصبح متقبلا لاداء الفريق في الفترة الاخيرة وما يقدمه الفريق واليوم نتحدث عن سبع نقاط في المركز الثامن يعني اكيد سبع نقاط مش كافيات من اصل 24 نقطة انك 17 نقطة الجزيرة ضيعة في زمن المباراة هذا امر صعب كثير لكن كأداء بدأ اقراض كأداء بدأ التحسن لكن الامانة امجد الجزيرة يضم لعبين على مستوى عالي بكل امانة وفي كافة الخطوط لكن في النهاية لازمهم عدم توفيق كبير في الفترات الماضية لكن ربما مع الكابتن محمود شلباية عالج نوعا ما مشكلة التهديف التي كان الجزيرة يصل مرارا وتكرارا الى مرمى المنافسين لكنه لا يحسن التسجيل في هذه الاثناء نلاحظ ان الجزيرة استطاع ان نشجل هدفين امام الفريق الفيصري واضع اكثر من هدف هذا امر يساعد الجزيرة كلما حقق الجزيرة نتائج ايجابية كلما زادت معنويات اللاعبين والجهاز الفني وحتى الجمهر ومجلس الادارة في مواصلة دعم الفريق خاصة ان الفريق يحتاج الى دعم اكبر في قادم الايام الامور ليست سهلة الامور صعبة جولات اعتقد انها ستكون نارية امام الجزيرة مباريات صعبة تلاحق الجزيرة بدء من الفيصلي ثم الوحدات والحسين هذا يصعب المهمة عن الجزيرة لا بد ان يحصد النقاط اذا ما اراد البقاء في دور المحترفين وتجنب الهبوط مرة اخرى الى دورة الدرجة الاولى الفيصلي ما بعد المباراة كانت هناك اخبار عن استقالة وتقديم الاستقالة من بعض اعضاء الادارة اخر اخبار الفيصلي يبدو ان الفيصلي اليوم في حراك معين للمحافظة على الفريق الفريق للتواصل مع الجمهير لمحاولة الاتفاف خلف الفريق اعتقد ان الاستقالات مش حل لفريق كبير زي الفيصلي اعتقد ان الادارة مجلس الادارة جاء بانتخابات وعليها ان يكمل مسيرته لكن عليها ان صحي اخطأ اعتقد ان الفيصلي بدأ طبعا البدايات دائما ما تكون مهمة بدايات الفيصلي كانت خطأ عدم الحفاظ على اللاعبين المهمين في فريق الفيصلي والذين اثبتوا جداراتهم مع فريق الحسان اربد اذا ما تحدثنا عن حرف الحاج يوسف ابو جلبوش حسان حداد وحتى رزق بنهاني وحتى يزيد ابو ليلة الذي كان حارس لمرمى النادي الفيصلي كل هذه الاسماء عندما خرجت من الفيصلي بدأ بوضوح ان الفيصلي يعاني ويعاني الامرين وكل التعزيزات التي قام فيها الفريق بكل امانة لم تقدم الشيء الكثير للنادي الفيصلي ولو ان هناك استثناءات بسيطة اضف الى ذلك ان نوعية المحترفين الذين يستقطبهم من نادي الفيصلي اليوم يستفد منهم ابدا كل المحترفين الذين يمثلوا النادي الفيصلي في الوقت الحالي لا يشكلوا الاضافة الكبيرة للنادي الفيصلي يعني الفيصلي بحاجة الى تغيير جلب ما بين مرحلة الذهاب والاياب ان ما اراد ان يحافظ على شكل الفريق ويحافظ على هوية الفريق يتجنب الدخول في معمعة الهبوط خاصة الفريق ينزف النقاط تلوى النقاط في كل جولة وهذا امر اعتقد انه مزعج للجماهير واللاعبين والجهاز الفني وحتى لمجلس ادارة وشاهدنا بالامس تصريح الكابتن خالد زكريا ان هناك مشكلة كبيرة في النادي الفيصلي ربما لا يود التحدث عنها لكن هناك شيء ما يدورب الخفاء لابد من مجلس ادارة نادي الفيصلي والحكماء ومحبي النادي الفيصلي ان يجتموا على قلب رجل واحد وان يعني يوقفوا هؤذي المشاكل وان يعني يقفوا الى جانب الفريق النادي الفيصلي حتى يستطيع العودة من جديد الى المنافسة على القاب والعودة الى انتصارات مرة اخرى الاستقلات هل ستأخذ مجراها ام سترفض هذه الاستقلات توقعاتك من منظور صعفي يعني لا اتوقع ان تقبل الاستقلات اعتقد ان الفيصلي الان هو في داخل المنافسة من الصعب ان تكون هناك استقلات ومن الصعب التغيير في هذا الوقت لابد من الوقوف المجلس ادارة والجماهير مع الفريق حتى نهاية مرحلة الذهاب وبعد ذلك يمكن الحديث عن تغييرات كبيرة هل سيكون هناك تغيير على الجهاز الفني؟ لابد ان يكون هناك تغييرات على الجهاز الفني يعني الجهاز الفني منذ اتى الى الفيصلي لم يقدم للفيصلي شيء الكثير لم يترك بصمة مؤثرة ربما الفيصلي نجح في استقطاب عدد من اللاعبين المميزين يعني في الفترة الاخيرة لكنهم لم يقدموا للفريق لما تحدث عن ياسين البخيت ومنذر ابو عمارة واحمد العرسان هم لعبين على مستوى عالي لكنهم لم يقدموا الاضافة اللازمة لفريق الفيصلي الذي يحتاجهم في مثل هذا الوقت الفيصلي يضم لاعبين على مستوى عالي لكنهم لم يظهروا المستوى الحقيقي لهم وهو ما جعل الفيصلي يعاني في المباريات الأخيرة نذهب إلى مواجهة أخرى حيث حقق السلطة اليوم فوزا مهما ومثيرا وعلى جاء على حساب الرمثة بثلاث أهداف لهدفين في مواجهة شهدت شوطة الأول ثلاث أهداف سلطية قبل أن يصح الرمثة في الشوط الثاني ويسجل هدفين وتنتهي المواجهة بثلاث أهداف لهدفين رفع السلطة من خلال هذا الفوز رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع فيما استقر الرمثة عند المركز الثالث بستة عشرة نقطة كيف شهدت هذا الفوز ونبدأ مع حيثة مشغول مع السلطة كيف تشاهد حيثة مشغول؟ يعني كد الكابتن حيثة مشغول مدرب كبير ولاعب كبير قدم للكثير الكرة الأردنية له تجارب ناجحة في الدور العراقي ترق بس ومؤثرة مع أغلب الفرق الذي دربها في الدور العراقي أعتقد أنه بدأ يجني ثمار عمله مع فريق نادي السلط من خلال تحقيق نتائج إيجابية تعادل مع الفيصل ثم فوز اليوم على الرمثة أحد المتصدرين لبطولة الدوري في البطرة الأخيرة السلط البداية هي من منحته الفوز السلط بدأ بشكل صحيح سجل ثلاث أهداف أراح نفسه لكنه نزل في الشوط الثاني بدنيا وربما عدد اللاعبين المقيدين في صوفه فريق السلط هذه المشكلة الكبيرة التي تواجه أي مدرب واجهة الكابتن ديان صالح والآن تواجه الكابتن هيثة مشغول لكن ما باليد حيلة خيار موفق لإدارة الصلط أكيد خيار موفق هو مدرب لديه خبرات كبيرة اكتسبها من تدريبه في الدوري العراقي بداية الصلط في مباراة الرمثة في أول 35 دقيقة أن تسدل ثلاث أهداف أعتقد أنها منحت الصلط فوز مهم ومهم جدا في المقابل الرمثة أعتقد أنه تلقى صدمة كبيرة في الأهداف التي تلقاها كان هناك عدم تنظيم دفاعي بشكل جيد الأهداف كلها جاءت بأخطاء أعتقد أنها قاتلة وقاتلة جدا يعني الصلط سجل ثلاث أهداف وهو في سبع مباراة ماضية سجل ثلاث أهداف اليوم سجل ثلاث أهداف وهو في سبع مباراة سجل ثلاث أهداف صحيح فهذا يدل أن الرمثة يعاني من مشكلة كبيرة في العمق الدفاعي لابد من حلها حاول الرمثة خلال الشوط الثاني أن يسجل في وقت مبكر عن طريق اللاعب حمز دادور حتى الهدف الثاني جاء في وقت متأخر جدا في دقيقة 98 لكنه لم ينجح في أن يكون الرمثة أن يحقق نقطة على أقل تقدير في هذه المباراة تعبد خسارة قاسية جدا مفاجأة لرمثة وأنصار الرمثة لا بناش نحكي مفاجأة لكنها خسارة قاسية وصعبة في توقيتها خاصة أن الرمثة كان يخطط أن يصل إلى السدارة ويرفع رسيده إلى 19 نقطة لكن في النهاية لكل مشتهد نصيب الصلط اجتهد ونجح في الحفاظ على تقدمه وحصل النقاط الثلاث طبيعي جدا من وجهة نظرك كانت الخسارة للرمثة في ضوء ما قدم ونحكي عن صدارة رمثوية كانت يعني أكيد الرمثة ارتكب أخطاء قاتلة في بداية المباراة دفع ثمنها في نهاية المباراة حاول أنه يعود لكنه لم يستطع العودة أضع فرص كبيرة في الشوت الثاني لكن في النهاية هناك توفيق وعدم توفيق لم يوفق في ترجمة الفرص إلى هداف الصلط حافظ على هدوء وحافظ على توازنه نزل بدنيا في الشوت الثاني لكن في النهاية حقق الأهم وهي الثلاث نقاط نذهب إلى مواجهة ثالثة وقيمة اليوم حيث حقق إمعان الفوز على الصريح بثلاث أهداف لهدفين ليرفع معان رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز السابع فيما بقي الصريح عند النقطة السادسة في المركز العاشر تبعت المباراة ثائر؟ يعني جزء أجزاء من المباراة أعتقد أنه صريح تقدم في النتيجة بهدفين ثم كانت هناك ركلة جزاء لإمعان وحالة طرد أعتقد أنها ساهمت في هبوط الروح المعنوي لفريق الصريح تلقي الهدف الثاني مع نهاية الشوت الأول طرد حدث على نادي الصريح على نادي الصريح ثم تلقي هدف ثالث في الشوت الثاني أعتقد الأمور كانت صعبة على الصريح رغم أنه حاول لكن في النهاية منقول مباركة لإمعان هذا الفوز المهم والمهم جدا أكيد شيء مهم جدا لفريق المعان واللي لاعبين والجهاز الفني وجماهيره وإدارته الصريح حاول اجتهد لكن في النهاية حالة الطرد أعتقد أنها أثرت بشكل كبير على نتيجة تنبرة وحولتها لصالح فريق المعان هذه مباريات مهمة جدا للفرق المتقاربة نقطيا لكن المعان هو منكسب هذه الموقعة واستطاع أن يحصد كامل الغلال النقطي يعني يسير بخطة ثابتة العراقي أمين فريب معان أكيد هذا الفوز يعني معنويا على صعيد المعنو سيكون مؤثر ومهم جدا في المباريات المقبلة لكن الاستمرارية مهمة يجب لا يتوقف معان عند هذا الفوز يجب علينا أن نطلع للمباريات المقبلة أن يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط في مرحلة الإياب لأنه مرحلة الإياب ستكون صعبة وصعبة جدا على كل الأندي الصريح لعب ثمان مباريات أربع خسائر فوز وحيد وثافة تعادلات هل مرضي هذا الأداء بشكل عام؟ يعني أكيد الصريح غير مرضي لكن الصريح عزل صفوفه بلعبين أصحاب خبرات صحيح واستقطب لعبين واستقطب محترفين فلسطيني وسوري لكن في النهاية النتائج لا تلبي طموح مجلس الإدارة ولا الجهاز الفني ولا اللاعبين الفريق يحاول أن يقدم الشيء يحاول أن يبقى في دور المحترفين لموسم آخر لكن في النهاية أنا أعتقد أنه يعني ما زال أمام الصريح فرصة أن يعود من جديد اليوم يعني أعتقد أنه أفتقد لورقة الكابتن يوسف الرواجدي وهو من اللاعبين الخبرة والمؤثرين في فريق الصريح لكن في النهاية هناك يعني لابد من تصليط الضوء على المهاجم محمد لالاكش الذي يقدم لكل أمامه نازلت تؤمن بأن المدربين على كف عفريت في الدور الأردني بأي لحظة يتم إقالة مدرب؟ أكيد في حياتي أنه إدارة تمتلك الجراء أن تحمل نفسها مسؤولية وتستقيل بالكامل الصريح معان غريبين جدا في حال أي تعثر لقدر الله في الأسبوع القادم أن يكون هناك إقالة؟ أكيد ما في مدرب بأمان بكل أمانة كل مدرب يعلم جيد أنه ممكن أن يغادر في أي لحظة لكن في النهاية هو يعمل في النهاية التوفيق من الله لكن لا يوجد ثبات لا يوجد إيمان بأنه لابد من الاستقرار الاستقرار الفني أعتقد ليس موجود في قموس إدارة الأندية وهذا ما يصعب الأمور ويزيد من الأخطاء وتعثر النتائج تختتم مباريات الجولة يوم غد حيث سنكون على موعد مع قمة مباريات الأسبوع التي تجمع المتصدر الحسين مع صاحب الترتيب الثاني خلفه الأهلي بفارق الأهداف كلا الفريقين يحتلان المركز الأول والثاني بست عشرة نقطة مواجهة منتظرة ما بين الحسين والأهلي حيث حقق الحسين خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد في ست مباريات بينما حقق الأهلي الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة واحدة من أصل سبع مباريات واجهة منتظرة ونبدأ مع الحسين العائد والمنتشي بفوز في أبطال آسيا الفريق أصبح شكل واضح مع موته أصبح مرعب في الدولي حقيقة حقيقة رح يكون مرحبا أنه الأسماع الحسين بضم بصراحة تشكيله لا يشق لها وغبار تشكيله قوية في كل الخطوط سواء يعني اللاعب البديل واللاعب الأساسي ما في فرق كبير بين اللاعب البديل واللاعب الأساسي كل واحد ينزل يشارك في المباراة يقدر يعطي 100% وأكثر من 100% هناك إيمان من المدرب بكافة اللاعبين هناك محبة بين الجهاز الفني وبين اللاعبين العطاء في نادي الحسين هناك معرفة بأنه لابد من المحافظة على بطولة الدوري ولا تكون البطولة التي حصل عليها في الموسم الماضي هي مجرد لحظة عابرة يريد الحسين أن يكرر هذه التجربة مرة أخرى في الموسم الحالي خاصة أنه يشارك في أكثر من بطولة أمدد عنده بطولة الدرع يحاول الحصول على اللقب كأس الأردن وفي دوري أبطال آسيا 2 هو يقدم مباراة كبيرة هو خسر أمام أهل دبي لكنه حقق انتصارين على النساف والكويتي الكويتي أعتقد أنه اقترب بشكل كبير من التأهل إلى الدور الثاني في حال حقق نتيجة جبيه إن شاء الله ما من نساف في أوزباكستان يوم ستة من الشهر المقبل الحسين فريق متكامل من كل النواحي كل ما يطلب المدارب وكل ما يطلب اللاعبين هو متوفر وأنا حكيت قبل هيك أنه الجمهور الوحيد الذي لا يمكن أن ينتقد إدارته هو جمهور الحسين أربد لأنه رئيس النادي قدم كل شيء لللاعبين وللجهاز الفني ومن مستلزمات رياضية من رواتب ومن نوعية لعبين ولهذا تجد الحسين يحقق الإنصارات ويستطيع العودة في أي وقت إذا ما تأخر التسجيل وشهدنا أمام نساف كيف أن المدارب قاموا حتى للإسناد الجمهور اليوم واضح على الفريق خاصة أنه أصبح الجمهور رحال مع الفريق الأعمى أكيد الانتصار كل ما تحقق الانتصار الجمهور رح يركض وراك ورح يجي وراك هذا أمر طبيعي الانتصارات هي من يعني تزيد من أعداد الجمهور ومن تجبر الجمهور أن تتابع وتدعم فريقها خاصة أن الفريق قاعد بقدم فأنت لما تقدم بحاجة أن الجمهور أنه يعني يجي خلفك ويدعمك خاصة أنه أنت تسوي كل اللي عليك فلا حجة أمام الجمهور أن لا تتابع فريقها خاصة الحسين الربيد ولا تدعمها وتحضر بعداد أكبر من التي شاهدناها في مبارات نساف 1800 مشجع في مبارات نساف أنا أعتقد أنه عدد قليل لا بد من جمهور نادي الحسين تحضر بعداد أكبر لأن الفريق بصراحة بقدم مستويات كبيرة ويحقق بحقق انتصارات في كل المشاركات سواء في البطرات المحلية أو البطرات الأسيوية الأهلي جميل حضر موسن أكيد الأهلي جميل لأنه الأهلي تعلم من دروس الماضي حاول أنه يستقطب لاعبين أكفاء ويستقطب لاعبين على مستويات جيدة تحدث أحمد السراء ومحمد الرازم جدد عقد ربيع زدين عنده مدافع شابع مستوى مميز بيث أبو رحال حسام أبو سعدة محمد الرازم أحمد أبو كبير كلهم لاعبين خبرات سبق لهم اللعب ومع أندي كبيرة كالوحدات والفيصل ووفق بالمحترف أكيد وديلسون وحتى عبد الرحمن وشاح المحترف الفلسطيني بدأ يندمج مع الفريق ويقدم نفسه ويشجل الأهداف وكل هذا وأنا سأبو طعيمة من اللاعبين المميزين كل هذه الأسماء الأهلي يعرف أنه أمام خصم عنيد وخصم كبير يمتلك كل إمكانيات لكن هو سيحاول جاهدا يعني يوقف النادي الحسين أربد ليؤكد أنه الستاشر نقطة اللي جابهم مش صدفة وأنه عاقد العزم أنه يعني يصل لأبعد نقطة في هذه البطولة قادر الأهلي على يقاف الحسين في مباراة الغد والله المباراة صعبة بصراحة أمجد خاصة أنه يعني دكة الحسين ولعبين الحسين أفضل من اللاعبين أهلي لكن في النهاية هي كرة قدم الأهلي أنا متأكد أنه رح يجتهد ورح يقدم مباراة كبيرة لكن في النهاية نوعية اللاعبين لكن مش مباراة سهلة أكيد مش سهلة للحسين مباراة أهلي لكن نوعية البدلاء في نادو الحسين قادرين يصنع الفارق بعكس دكة الأهلي بتوقع المباراة مباراة يعني الفارق هدف أم ستكون مباراة بمحنة آخر يعني هي رح تكون أكيد مباراة صعبة الحسين مشكلته الكبيرة أنه بضيع كثير فرص ما بتعرف بكرة يتوفق ما يتوفق هذا التوفيق في النهاية هو سيحاول أن يحقق الفوز لأنه يعني الحسين بهمه أكثر يعني الأهلي ممكن إذا خسر المباراة أو تعادل عادي بس الحسين في النهاية ستكون هناك انتقاضات كبيرة للمدرب وللعبين أنه إحنا جهزنا لكم كل إشي لا بد أن تفوزوا على كل المنافسين حتى تصلوا للقب في نهاية المطاف طيب المواجهة الأخيرة من الجولة الثامنة ستجمع الوحدات صاحب المركز الرابع بأربع عشرة نقطة ومتذين الترتيب شباب العقبة بثلاث نقاط في مواجهة ينتظر الوحدات من خلالها مواصلة حصد النقاط ومواصلة المنافسة أو الوجود في المربع الذهبي فيما يمني العقبة النفس بالخروج من عنق الزجاجة حيث يحتل المركز الأخير بثلاث نقاط نبدأ مع الوحدات اليوم الوحدات مع رعفة علي فاجأ الجميع حقيقة يقدم مباريات كبيرة في الفترة الأخيرة تألق لافت لبهاء فيصل الذي يقود الفريق بكل جدارة نجومية مهند سمرين حيوية إبراهيم صبرة ممكن الفريق اليوم أصبح ملفت للانتباه تستمتع في رؤية هذا الفريق بمهاريا خلينا نتحدث أكيد الكابتر رافت يعني احتاج لوقت لكنه في نهاية ترك بصمة هذا هو المهم في نهاية المطار الكابتر رافت أكيد كان لعبي كبير ومهاري وذكي وهو استقاعد بكل هاي الخبرات اللي اكتسبها في لعبه مع نادي الوحدات والمنتخبات وحتى تجربة الاحترافية مع الكويت للكويت كلها بسخرها في نادي الوحدات مع هذا الفريق مع هوليا اللاعبين ويمنح الفرص للاعبين شباب نعم يعني شاهدنا علي أبو قدوم أحد الاكتشافات الجديدة للكابتر رافت عليه قبله إبراهيم صبرة مهند سمرين السيزار بدأ يعني يشكل قوة كبيرة في فريق الوحدات لكن الوحدات لديه مشكلة واحدة فقط أنه يعني لم يحسن إدارة ملف المحترفين المحترف الوحيد الذي أثبت جدارته مع الوحدات أنا بعتقد أنه سيزار بقية المحترفين مروان فلاح أكونو وحتى ديارة الذي لم يشارك منذ فترة طويلة مع الوحدات بسبب سفره لإنجاز بعض الأوراق الرسمية لم يقدم أي إضافة لنادي الوحدات اللاعبين المحلين في الوحدات هم أفضل بكثير من المرات من اللاعبين المحترفين باستثناء السيزار الذي يقدم نفسه أثبت جدارته ويلعب بشكل أساسي وحجز مقعده لكن بقية المحترفين هذه هي النقطة السلبية الوحدة في الوحدات ما تبقى أنا بعتقد أن الوحدات بخير لديه فئات عمرية على مستوى عالي الكابتر رأفة يمنح كل اللاعبين الذين يستحقون فرصة المشاركة هناك عدل اللاعب الذي يستحق يشارك ولهذا تجد الوحدات مبدع غياب صالح راتب أكيد غياب صالح راتب يعني محير وله ما يبرره لكن في النهاية الكابتر صالح ارتاء الكابتر رأفة ارتاء أنه صالح يجلس خاصة أنه عمر جموس قاعد بقدم مستوية كبيرة مع نادي الوحدات وهو أكثر حيوية من صالح وأكثر تأثير خاصة من خلال مشاركاته المتتالية مع نادي الوحدات ولهذا بما أنه الفريق ماشي لا يمكن أن نتحدث عن خيار لعب أو لعبين لماذا لم يشركهم المدرب بما أن الفريق ماشي بدون صالح راتب أعتقد أنه من صعوبة ممكان أنه نتحدث ليش صالح مش موجود عندما تتدهور نتائج الفريق ربما تنادي الجماهير أنه بدنا ضغط المباريات ومشقة السفر نعلم جيدا السفر الصعب الذي كان مع الوحدات في مواجهته الأسوية هل سيؤثر على مباراة الغد؟ لا الوحدات أعتقد أنه لن يتأثر بأي شيء الوحدات يمتلك لعبين سواء أساسيين أو بدلاء قادرين أن يقلب النتيجة في أي وقت وشهدنا في أكثر منباراة الوحدات تستطيع في آخر عشر دقائق في آخر خمس دقائق وهذا يؤكد أن عودة بهاء فيصل أهم في الوحدات في الوقت الحالي أن بهاء فيصل عادل التسجيل بما أن بهاء عادل التسجيل أعتقد أن طريق الوحدات بإذن الله ستكون سالكة النحو أن يحقق الانتصارات وخاصة في آسيا ما يهم أن يحقق الوحدات الانتصارات في آسيا أن يصل إلى الدورة الثانية حتى يحقق عائد مالي يستطيع من خلال الوحدات أن يسد جزء من المدينية المتراتيم عليها في الوقت الحالي طيب شباب العقبة محير في هذا الموسم تحديدا المركز الأخير ومبارة صعبة أمام الوحدات والظروف أصبحت تعاند شباب العقبة يعني إحنا حكينا أن الأهلي بدأ بشكل صحيح وتعلم من دروس الماضي العكس صحيح شباب العقبة شباب العقبة فرط بأغلب اللاعبين الذين مثلوه في آخر خمس سنوات أو ست سنوات لما يتعاقد مع محترفين بمستويات عالية استقطب لاعبين أقل من اللاعبين مع الاحترام إليهم فنيا أقل من اللاعبين الذين مثلوه في الموسم الماضي أنا أعتقد أنه فريق كان يعتمد على ياسر الرواجدي حمد الأصمر عيسى السباح أحمد أبو جبلة أحمد الحسنات بحيث أن أبو جبلة كل هؤلاء اللاعبين فقدهم شباب العقبة عندما تتعاقد مع 13 أو 14 لعب أعتقد أنه من الصعوبة أن يكون الاندماج بين هؤلاء اللاعبين سريعا وأن يترك المدرب بصمته في وقت ولهذا شاهدنا أنه خلال سبع مباريات الفريق خسر ست خسائر وهذه أعتقد أنها لم تحدث لشباب العقبة ومنذ صعوده لدور المحترفين أخذ ست ست مباريات من أصل سبعة ولهذا شباب العقبة في خطر قلناها في وقت ماذا راكمت على الفريق قبل فوات الأمان وإلا وسيجد شباب العقبة نفسه في دور المظالم أخيرا منتخب الناشئين والمشاركة في التصفيات الأسوية حيث تعرض المنتخب يوم أمس إلى الخسارة بثلاث أهداف نظيفة أمام كوريا الجنوبية في مشاركة لا تلبي الطموح لمنتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني عبدالله القضطي ثائر منتخب ثلاث مباريات بثلاث هزائم خرجنا خارج حسبة التأهل أداء يعني خلينا نحكي منذ زمن بعيد لم نشاهد سواء منتخب الشباب أو الناشئين يقدم مثل هذا أداء الهزيل حقيقة ماذا يحدث مع هذا المنتخب تحديدا وهل حظية هذا المنتخب بالاستعداد والدعم الكافي من أجل التمثيل المشرف للكرة الأردنية ونحن أعتدنا في السنوات الأخيرة بالتواجد في النهايات الأسوية سواء على صعيد منتخب الشباب أو المنتخب الناشئين أنا أعتقد أن الاتحاد قدم كل ما يلزم من معسكرات من مباريات ودية من كل شيء من رواتب من كل شيء لهذا المنتخب ولي كل المنتخبات وهذه أمانة نعم ونشاهد معسكرات أغلب المنتخبات تقيم معسكرات خارجية في تركيا وغير تركيا وفي مصر منتخب سنة 17 سيدات سيغادر عن مصر عندهم مرتين منتخب السيدات في تركيا منتخب الناشئين راح على تونس راح على عسكر في تركيا أنا أعتقد أنه الجهاز الفني واللاعبين لم يكونوا على قدر المسؤولية الملقعة لعاتقهم كل شيء وفروا للاتحاد لكن بصراحة نوعية اللاعبين الجهاز الفني هو من يتحمل هذه الخسائر ولابد من الاتحاد أن تكون هناك جلسة للتحقيق بما حصل مع هذا المنتخب في النهاية هذا المنتخب يمثل الأردن نعم يجب على الاتحاد أن تحقيق لماذا خسر المنتخب ثلاث خسائر لم يقدم المستوى المأمور رغم كل إشي يعني لما قدم لك كل شيء وما تقدم لإشي معنى هناك في مشكلة المشكلة بالمقام الأول بالأخير بتحملها الجهاز الفني الخسارة دائما يتحمل الجهاز الفني فما بالك لأن كانت ثلاث خسائر نحن على هونغ كونغ المنتخب الضعيف المتواضع في آسيا الذي خسر ثمانية خسرنا معه صحيح هذا بأعتقد أنه يجب أن يدوق نقوس الخضر للاتحاد أن تكون هناك جلسات مع الجهاز الفني مع اللاعبين بدنا نعرف شو الأسباب الحقيقية اللي أتت أن المنتخب أولي شيء يخرج من التصفيات يخرج بمثل هذه الخسائر بصراحة أنا مش متعودناش أنه المنتخبات الأردنية دائما نتغنى أنه لدينا فئات عمرية لكن هذا المنتخب بكل أمانة لم يلب الطموح خذل الشهل على الرياضة الأردنية كان الإمكان أن يكون أفضل توقعاتك لهذا المنتخب خاصة هناك من يتحدث بأن هذه المنتخبات بالذات تحديدا ومنتخبات تحت 17 والناشئين دائما حسب الجيل الذي يكون قادم يعني العملية ليست عملية أنه أنا عندي جيل دائما موهوب أمجد المشكلة مش أنه تخسر مشكلة أنه ما بتقدم إشي ما قدمت إشي يعني لو أنت بتصل للمرمى بضيع فرص وتخسر الحكم صار هناك ظلم تحكيمي نعم نحكي فيه إمكانية بس كل هذا الأمر لم يحدث والمنتخب لم يقدم نفسه المنتخب لم يحضر إلى هذه البطولة بكل أمانة خسرنا من هونغ كونغ خسرنا من سوريا خسرنا من كوريا الشمالية كل هذه الخسارة أعتقد أنها صعبة وصعبة جدا لدينا مباراة قادمة صعبة غدا مع منتخب إيران مرات جدا صعبة صحيح يعني في النهاية أن تخرج بأربع خسار صلح الله إذا خسرنا غدا هذا كارثة ملحظتك ثائر أنه مش مجرد مشاركة وخرجنا لا بد من الوقوف عند هذه المشاركة أكيد هذه المشاركة أعتقد أنها ساءت لسمعة كرة الخدم الأردنية التي وصلت بفضل المنتخب الوطني إلى نهايات آسيا نقدم مستوات كبيرة في تصفيات كأس العالم الوحدات والحسين يقدمون مستوات كبيرة في دورة أبطال آسيا كتنين هذا المنتخب أعتقد أنه يجب أن يكون هناك لجنة تحقيق لما حصل مع هذا المنتخب ولهذه الخسائر عندما لا تستطيع أن تفوز على هونكوغ وسوريا وأنت تلعب على أرضك وبين جميرة فأعتقد أنهاك مشكلة ومشكلة كبيرة شكراً شكراً إذن عزاء المشاهدين إلى هنا نأتي إلى نهاية حصاد الرياضية لهذه الليلة هذه تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة